نسبيا نعم ناجح نسبيا ناجح لأنه نقوله ناجح نسبيا لأنه الموسم بوست كوفيد يعني مباشرة بعد وباء كورونا 2019 لكن كانت هناك أرقام أنه قدلت الذهنية للجزائر اللي كان يعتمد في قضاء عطل وعلى لأنه يروح للمدان أخرى سجلنا خلال موسم فقط موسم الاستياف حوالي أكثر من عشر ملايين جزائري اللي قضاء وعطل عطلتهم الصيفية على مستوى الوطن نعم كان هناك نقص في المرافق لكن اعتمدنا على صيقة أخرى لتكفل بإيواء كل عائلات الجزائرية ألا وهي سيفة الإيواء لدى الساكينة وهذا ما خلق ديناميكية جديدة وخلق ثروة حتى العائلات التي أجرت مساكنها خلال هذه الفترة للعائلات الجزائرية لقضاء عطلهم قلت أكثر من عشر ملايين سائح جزائري لقضاء عطلهم على مستوى المؤسسات والفناتق الجزائرية نعمل كذلك على توفير حسب تعليمات وتوجيهات سيد رئيس الجمهورية توفير شيئين بالنسبة لعائلات الجزائرية لقضاء عطلهم سواء الوطن الصيفية أو حتى الوطن الشتوية ورحمة مرة الكلاوات الجزائرية خاصة فترة نهاية السنة اللي مر عليها أكثر من أسبوعين شيئين هي الأمان والخدمات هذا ما نعمل عليه يعني حاليا الحمد لله الآن لما نتكلمه الأمن الحمد لله الأمن رمضك لا ما قلت الأمن قلت الأمان يترق بين الأمن العام وهذا الحمد لله استتب الأمن في كامل ربوع الجزائر وكل المتجول سواء كان وطني أو أجنبي يعني ما بقيتش داريعا يحسب اللي راه هوك في بلد آمن جدا لكن الأمان هو أنه يقضي الإنسان عطلته في ظروف جيدة وتقدم له خدمة راقية إن شاء الله يعني بمستوى مستويات أهلمية أنا نمشي إن شاء الله هناك نقع الصلاة